كنا نتحدث عن الذين يحجبون عن الله تبارك وتعالى من هم الذين يحجبون؟ ماذا يكونوا ارتكبوا في حياتهم؟ أي إنسان وقع في معصية يحجب قطعا قد يكون الحجاب كثيف أو قليل طويل أو قصير أي معصية دكتور؟ أي معصية؟ المعصية حجاب بين العبد وربه طب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أكاد أقول أكبر عقاب يصيب المؤمن أن يحجب عن طب تماما أب كامل ثربوي عالم جليل رحيم له علاقة مع أولاده طيبة إذا قال لأحد أبناء لا تكلمني أكبر عقاب هذا أكبر بنا الضرب لا تكلمني فالحجاب أبلغ شيء للمؤناء إلي عنده أحساس إلي عنده حساسي إلي عنده مشاعر لطيفة هذا عقاب كبير جدا والمقصود بأن يحجب عن الله أي لا تنعقد صلة بينه وبين الله أبدا 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 يعني ممكن يصلي لكن لا يذبه لأن ذنبه حجبه عن ربه يقرأ قرآن لكن لا يتدبه ولا يخشى حتى قيل من صلى ولم يشعر بشيء من قرأ القرآن ولم يشعر بشيء من ذكر الله ولم يعل شيء فليعلم أنه لا قلب له قاله قلب أساسا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون المعاصي والآثام تحجب عن الله عز وجل يعني مثلا بائر جاءتهم رأتهم تريد شراء قماش متفلتة ملأ عينيه من محاسنها وتكلمها كلاما لطيفا في نوع من الغزال مثلا اللون بالبألك يعني مثلا أدن العصر راح يصلي أنا لا أصدق أن يستطيع أن ينعقد مع الله صلة لما استمتع بمحاسنة لما أكلم كلام رقيق لا يريق ببائل لا يحرم الصلاة لكن يحرم حلاوة الصلاة حلاوة الإيمان فلما غابت عنا حلاوة الإيمان كرهنا الصلاة ما لمعنا حركات وسكلات الله صدقتي أنت تصفر حال كرهنا الصلاة إن في ناس يصلي ويكرهها عبق عليه كبير ركعتين سنة قبلية والفرض وسنة بعدية هو محجوب عن الله عز وجل لذلك كل الخواطر تأتيه في الصلاة عنده واحد ثلاث سلدي تاجر بحل مشاكل أول صندوق أول ركعة والصندوق الثاني بتاني ركعة والثاني بتاني ركعة لكن لما نحجب حجبنا عن عبادة الأولى في الإسلام لكن لما تنعقد الصلاة مع الله يسر بالصلاة أبداً لا بد من صلاة أبداً أريحنا بها الله يفتح لك سيدي كلمة وحدة الآن أريحنا منها والفرق كبير بين أريحنا بها وأريحنا منها إن شاء الله نكون كما كان الحبيب عليه الصلاة أريحنا بها يا رب إذن دكتورنا المعادلة الإلهية يفترض في كل إنسان يصلي أن يذوق حلاوة الصلاة طبعاً والصائم أن يذوق جمال الصياء يعني خمس صلوات بإقامة وأذان وسن قبلية وبعدية وما في صلة بالله معقول العبادة الأولى الأولى المتكررة التي لا تقف بحال أن تؤدى شكلها هذه المشكلة إذن حينما أصل الإنسان ربنا سبحانه وتعالى حرم أن يتذوق لذات العبادة دكتور حرم لذات الإيمان حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث واحد أن يكون الله في قرآنه والنبي في سنته أحب إليه بما سواهما متى عند التعارض طبعاً أي إنسان مسلم بالأرض كله تقول له سائلاً أليس الله ورسوله وحبه لك طبعاً 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 أما حيث لما تعارضت مصلحته المادية لازم يستورد بضاعة فيها شيء محرم لك مضطرين عندي أولاد لما هو سمح لنفسه يقترب من المعصية فقد لذة القرب بين الله عز وجل أجمل شيء بالدين قرب بين الله يعني حلاوة الإيمان لما عصى الله عز وجل فقد حلاوة الإيمان كلام مهم جداً طبعاً في الدين شكل صلوات أذان إقامة فرض سنة قراءة تجويد رقوع سجود تمام كله تمام أما هل انعقدت الصلاة مع الله هل بكى في الصلاة هل شعر بالخرب من الله مدى في عنده مخالفات في اختلاط في مخالفات في ربا طريقة بالشراء غير مقبولة في رباوي شراء بتقصيد رباوي مدى بخالف الله عز وجل حرم حلاوة الإيمان صيف الدين شكل فأصبح جسداً بلا روح أبداً يصلي لك لا روح بهذه الصلاة وعند إذن تتعطل وعود والله للمسلم كلها معطل يعني عفوا بدي جيب مثلاً بس ما بتنادي يكون في تشاؤم منه بيت في سلاجة في فريزر في غسالة في مكيف في مروحة في 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 ميكرويف شو بيخطروا باقي أجهزة بس ما في كهرباء كله واقف وكله أطعب بلاستيكية عبأ عليه فإذا جاءت الكهرباء الغسالة غسلت والسلاجة بردت والمكرويفين صخلك الأكل من الدقائق والمروحة كيفتك كله أشتغل عفواً لأنه التيار الأساسي مأطوع فمن هم أشقى الناس يحرمون من الاتصال بالله لأسباب تافئة ما لمرتكى بجريمة ما ارتكى بجريمة الزنا ولا قتال ولا شرب خمر أبداً بس الأشياء الصغائية تتراكب قادته إلى الوادي لذلك قال النبي الكريم لا صغيرة مع المصار ولا كبيرة مع الاستنفار يعني مثلاً يبلغوك السفر بالصيف يكون الدولاب في كمية هواء محددة بحيث أنه على السرعة الهواء بيتمدد فإذا كان ضغط العجلة لأقصى شيء تنفجر وإذا انفجرت حادث مريع ومميت فأنت حريص بالسفر أن تتبع تعليمات الصانع بإذا لازم يكون بالسفر في حجم الهواء غير حجبه بالمدينة ماشي على الميتين على المية وخمسين والجوحار والهواء تمدد فجر الدولاب وإذا الأمام الحادث مميت صار ليش بكل شيء تتبع تعليمات الصانع لإعتقادك الجازم أن الصانع هو الجهة الوحيدة الخبيرة في سلامة هذه الآلة وفي فعليتها فأنت بدافع من محبك لذاتك من حرصك على سلامتك وسعادتك في الدنيا تتبع تعليمات الصانع والكتاب والسنة تعليمات الصانع وحل هذا الحجاب التوبة والاستقامة التوبة الاستغفار عن الذنب والاستقامة محاولة عدم العودة لإذن أبدا أبدا جميل جميل الله يفتح لك بها دكتور وإلا يصبح الإنسان جسدا بلا رواح يصلي ولا يدرك يقرأ قرآن ولا يخشع لن كلام النبي كلام المعصور لن لن تغلب أمتي من 12 ألف من قلة مليار و 800 مليون